ليلة خليل ليلة تفاصيل أكثر حول طبيعة الدور الذي يقوم به الجيش اللبناني في حصر الأضرار وتوزيع المساعدات يعني لربما أهمية هذا المؤتمر اليوم سينار هي لشرح تفاصيل العمليات التي يقوم بها الجيش اللبناني بالتعاون مع الجمعيات بالتعاون مع فرق البحث والأنقاذ الأجنبية التي قدمت إلى بيروت منذ أو في أعقاب انفجار الرابع من أغسطس هناك غرفة عمليات تدير كل عمليات البحث الإنقاذ رفع الأضرار مسح الأضرار التعاون مع الجمعيات توزيع المساعدات واستلامها بداية بطبيعة الحال من الدول التي كانت ولا تزال تقدم حتى هذه الساعة ولا تزال ترسل المساعدات الجيش اللبناني أراد من خلال هذا المؤتمر أن يوضح كل شيء للرأي العام اللبناني خاصة بعد الحديث عن أنه منع المتطوعين من النزول إلى الأرض وأن هناك جمعيات لم يتم التصريح لها كل ذلك ضحضه اليوم الجيش اللبناني الذي قال بأنه هناك 329 جمعية تعمل مع الجيش اللبناني وتنصق معه على الأرض أيضا قال الجيش اللبناني أنه لم يمنع أي أحد من العمل لبل إذا كان هناك مجموعة من الشباب الذين ليس لديهم أي تصريح بجمعيات وغير مرخصة أيضا بإمكانهم وهم يعملون على الأرض مع الجيش اللبناني هناك 250 لجنة هندسية تعنى بالهندسة ومسح الأضرار تعمل على الأرض وكما ذكرت هناك 15 يوما قال الجيش اللبناني من المفترض أن ينتهي فيها مسح الأضرار والأهمية والأولوية اليوم هي لمساعدة المباني المتضررة بشكل خفيف ومتوسط للانتهاء من هذه الأضرار إعادة ترميمها كي يعود الأهالي إليها خاصة مع قدوم بداية فصل الشتاء بعد أسابيع قليلة أيضا الجيش اللبناني تحدث عن أنه وزعت 43 ألف حصة غذائية أيضا قال بأن 50% من المساعدات التي أثت إلى لبنان تم توزيعها من قبل الجيش اللبناني وال50% الأخرى السفرات هي من تولت هذا الأمر وأن هناك 68% من مجموع المساعدات أو من أصل هذه المساعدات هي لقاحات وأدوية ومعدات طبية طيب ماذا عن أيضا تدفق المساعدات؟ هل هناك مساعدات كافية لكل هذه الإجراءات؟ يعني المساعدات لا تزال تأتي إلى لبنان تتوالى إلى لبنان العديد من الدول قالت بأن مساعداتها لن تتوقف هناك جسور جوية وبحرية أيضا يتم إرسالها ليس فقط في الموضوع المتعلق بالمعدات الطبية أو الغذائية والحصص الغذائية إنما أيضا فيما يتعلق بإعادة الأعمار خاصة أن هناك عشرات المباني هي اليوم مدمرة هناك مباني تعرضت لأضرار جسيمة بحاجة لأن يكون هناك إعادة أعمارها وهذا الأمر بحاجة بالطبع إلى المساعدات التي تؤمنها هذه الدول إن كان جزء منها يصل إلى الجيش اللبناني وأيضا الجزء الآخر يصل إلى الجمعية وأيضا تحدث الجيش اللبناني إلى أنه تم تقسيم الجمعيات التي تتعاون مع الجيش اللبناني إلى عدة أقصام منها ما يتعلق بالصحة النفسية الغذاء الدواء وأيضا مسح الأضرار وإعادة الأعمار هذا هو أهم موضوع اليوم هو إعادة الأعمار إذن مرسلة الغد من بيروت ليلى خليل شكرا لك ترجمة نانسي قنقر